رعت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة فعاليات حفل المجموعات الثانية من دراسات تقييم الأثر ويعمل مشروع تحسين الحوكمة والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية يعمل على دعم مشاريع الإصلاح الأردنية وتنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام بما في ذلك فكر ومنهجية الحوكمة للقطاع العام وبما يتماشى مع الممارسات الجيدة في الإدارة العامة ودعم محور الموارد البشرية والخدمات الحكومية ورسم السياسات وصنع القرار والثقافة المؤسسية هذه الورشة تأتي في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودا حسيثة لإنفاذ مسارات التحديث الشامل الثلاث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والتي استوجبت إقرار جملة من التشريعات لإنفاذ هذه المسارات ومن هنا تكمن أهمية هذا اللقاء كذلك هذه الورشة وهذا اللقاء جاء ليؤكد على أهمية تقييم الأثر التشريعي ولضمان أن تكون التشريعات قائمة ومقرة على أسس علمية مدروسة تلبي حاجات واحتياجات وأولويات الوطنية إننا مسرورون جدا لوجودنا هنا حيث يسعى هذا المشروع إلى تطوير القطاع العام وتقييم الإنجازات ومدى فاعلية الأنظمة وجودتها لما يحقق مصلحة المواطنين